رايحال الثامنة صباحا موادنا مع مجاز الأهم الأنباء مع دينا شرفت فدريا دينا شكرا لك جومان الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف مفتي الجمهورية السابق الدكتور شوق علام بوسام العلوم من الطبقة الأولى تقديرا لدوره البارس في خدمة الدين والوطن وجهوده في تجديد الخطاب الدينية كما كرم الرئيس السيسي عددا من المتميزين في مجال الدعوة الإسلامية وخلال الاحتفالية أكد الرئيس السيسي أن الدولة في حاجة ماسة لمضاعفة الجهود التي تقوم بها جميع المؤسسات وخاصة دينية في مجالات بناء الإنسان وترسيخ القيم ونشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الأفقار المتطرفة والهدامة اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته إلى المملكة العربية السعودية وخلال لقائه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي أشاد مدبولي بالتطور والتنوع الكبير في مجال العمران والتنمية الذي تشهده للمملكة ورحب مدبولي بالانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الإثثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية خلال الفترة المقبلة من أجل التجهيز لتوقيعها والتصديق عليها كما تطرق اللقاء إلى الأزمات الإقليمية الحالية وتدعياتها على مصر مشينا إلى توافق الرؤى والمواقف المصرية السعودية بشأن القضايا الإقليمية المختلفة وخلال اللقاء أعلن ولي العهد السعودي توجيه صندوق الاتثمارات العامة السعودي لضخص اثمارات في مصر بإجمالي خمسة مليارات دولار كمرحلة أولى كما أكد ولي العهد أهمية ربط الكهربائي بين البلدين معربا عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قال خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزارة للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات الهامة والحاسمة والتي من شأنها دعم البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز استراتيجية الصحة الواحدة والأمن الصحي للمواطنين جاء ذلك خلال كلمة عبدالغفار بالفعالية الختامية لمشروع التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور موثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية لدى مصر أيضا وأوضح عبدالغفار أن التعاون المشترك تضمن العمل وفقا لاستراتيجية متكاملة قادرة على التصدي للتهديدات الصحية من خلال حلول المبتكرة قائمة على الأدلة أعلن ماتيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأضف أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ عدة أسابيع وأوضح المتحدث الأمريكي أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية للوصول إلى اتفاق نهائي ووضع حد للعمليات العسكرية في الأراضي المحتلة أعلن المفاوض العام لوكالة تغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرواف فليب لازاريني أن نسبة التخطية التي حققتها حملة التطعيم ضد شر الأطفال في غزة بلغت 90% وأكد لازاريني أن هذا النجاح في تطعيم مئات الآلاف من الأطفال جاء رغم العرقي للإسرائيلية والتي تسببت بتأخير تزويد الأطفال باللقاحة خاصة في شمال القطع مشددا على أن التحدي التالي يتمثل في تزويد الأطفال بقطع غزة بالجرعة الثانية من التطعيم نهاية الشهر الجاري قصف حزب الله اللبناني تمركزا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في محيط موقع المطلع وأعلن الحزب شن هجمات على عدد من المواقع في شمال إسرائيل كما أكد جيش الاحتلال أن طائرة مصيرة لحزب الله انفجرت في الجليل وأصفرت عن اندلاع حريق في المكان وفي المقابل شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدات حول وعيد الشعب وشبع بجنوب لبنان حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء الغارات على بلدتي حول حمل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مسؤولية تعرضه لمحاولة اختيال ثانية إلى خطاب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هارس حيث أكد أن المشتبه به في الحادث كان يؤمن بخطاب بايدن وهارس وتحرك بناء على ذلك وأشدد ترامب على ضرورة وجود المزيد من الأفراد في فرق الحماية الخاصة به وذلك بعدما ألقت الشرطة قبض على مشتبه بتنفيذه محاولة مفترضة لإختيال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسية الأمريكية ختم مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضركم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر